قام محافظ حضراموت مبخوت بن ماضي بزيارة لوحدة الإطفاء والإنقاذ التابعة لمطار الريان الدولي بمدينة المكلة متفقيدا عربات الإطفاء ومعدات الإنقاذ التابعة للوحدة واستمع المحافظ من مدير عام مطار الريان الدولي المهندسة نسبة صواطين إلى شرح لما تقدمه وحدة الإطفاء والإنقاذ بالمطار من خدمات وتدخلات في جوانب الإطفاء والإنقاذ والطوارئ والترتيبات الجارية لمساندة خطة الطوارئ العامة بالمحافظة تحسبا لأثار إعصار تيجا وأكد مدير المطار أن العربات والمعدات الجديدة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمطار مؤخرا أسهمت في إحداث نقلة نوعية بالمطار ورفع درجة الكفاءة والجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ ترجمة نانسي قنقر